الجليل فالواحد يعمل لآخرته يعمل لآخرته قدر مستطاع لأن الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل بظل شجرة فارتح له وتركها الله المستعام الله يختم لنا بخاطر لكن سبحان الله عظيم يعني هذا الرجل محبوب عند الجميع سبحان الله عظيم فمرت جنازتين عن رسول صلى الله عليه وسلم فأثنوا على الأولى خيرا وقال وجبت وأثنى على الأخرى شرا فقال وجبت وما هي يا رسول قال أما الأولى فأثنيتوا عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الأخرى أثنيتوا عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهود الله في أرضها فسبحان الله العظيم يعني يوم شفت كل السعودية كل السعودية تأثرت بهذا الحادث وجنازته أمسنا تابعها أو قبل أمس ناس بشرية الله يرحمه هذا إن شاء الله مشهود له إن شاء الله بزاك الله خير يا أبو حاتم الله يغفر له ويرحمه جميع موت المسلمين وهذا كلنا مصيرنا كلنا كذلك يوم ينفجعون عليك أحبابك واصدقائك لكن أسأل الله أن يكون رصيدنا العمل الصالح للأغنى بوتركي رب شرح لي صدري ويسر لي أمان